مشاهدين لمتابعة الأوضاع في الجانب الوسطية من معبر رفح ينضم إلينا مراسل لأكشرا نيوز زميل عوض الغنام عوض مزيد من التفاصيل دائق تفضل دانا أعيد السؤال مرة أخرى لو سمحت كنت أقول لك عوض مزيد من التفاصيل من أمام معبر رفح تفضل التفاصيل متعددة كما هي العادة حيث هذه النقطة التي نقف عندها هي النقطة الأهمة الآن في هذا الدعم الإنساني وإنجاز التعبير هذا الطريق الذي نقف عند ناصيته طريق رفح العريش هو أهم طريق في الدعم الإنساني في العالم عبر تسعة أشهر أهم السماء الرئيسية فيه هو الصور الدعم المتعددة التي تأتي من قبل مصر ومؤسساتها ومنظماتها دعما للوضع اللا إنساني الذي تعيشه قطاع غزة أو مدن ومخيمة قطاع غزة في هذا التوقيت نبدأ بالأهم حتى هذه اللحظة عبر نحو 172 شاحنة نحو معبر كرم أبو سالم وأيضا عدد من الشاحنات الخاصة بالوقود وهذه من النقطة المهمة للغاية التي تمثل نقطة التحول الإيجابي في ظل المأساة الإنسانية في الجانب الآخر منذ قليل منذ عدة دقائق رئيس لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة أصدر بيانا يتحدث فيه عن مأساة أخرى مرتبطة بمسألة الوقود وهو غياب المولدات الكهربائية أو يعني تعطل أغلبها وكانت هناك دعوة دولية لضرورة التعقل بإرسال هذه المولدات نحو قطاع غزة لأن الحياة تقريبا قد توقفت بسبب عطل هذه المولدات وبعد هذه الأعطال كانت أعطال متعمدة من الاحتلال حينما كان يدخل الأماكن التي تتواجد بها هذه المولدات في محطات الكهرباء ومحطها المخابز والمستشفيات والمستوصفات وغيرها كثيرا والصورة المتنقدة مع هذا الموقف أن هذه المولدات وغيرها هي متواجدة حيث أنا متواجدة الآن لكن التعاند الإسرائيلي هو الذي يحول دون دخول هذه المساعدات الضرورية كما يتعاند أيضا في أمور عديدة كنت أتحدث مع أحد المصادر منذ قليل كيف أو ما هي المبررات لدى قوات الاحتلال المرابطة في الاتجاه الآخر عند معبر كرم أبو سالم في عملية إرجاعها لعدد هاي من المساعدات كلها مبررات وهي على سبيل المثال يتزرعون بأن الأحمال أو الحمولة التي تحملها بعض الشاحنات هي أكبر من طاقة هذه السيرات وأيضا الأبعاد والأطوال الخاصة بهذه الحمولة التي تعتلي هذه الشاحنات غير مصرح بها فعلى الفور يتم إرجاعها وغيرها من المبررات الوهية مثلا أي مواد حددية أو معدنية لا يسمح لها بالدخول كل المواد الكهربائية أو التي هي أجهزة كهربائية لا يسمح لها بالدخول إذا كان هناك خطأ ما في أي رقم له علاقة بعملية التنصيق والتوقيت والحمولة وما إلى ذلك أيضا لا يسمح له بالتنصيق هذه هي الإدعاءات الإسرائيلية لا غيرها والأمم المتحدة من خلال منظماتها المختلفة قد أدانت ذلك بصور متعددة اليوم لدينا تقريران هامان الأول من منظمة الأنور هو الذي يتحدث عن قرب انتشار الكوليرا داخل قطاع غزة مع تدني مستوى الخدمات التي تحدث هنا عن المياه لا يوجد مياه نظيفة في كل قطاع غزة وكنت بالأمس وأول أمس وأنا أتابع في إنتاج عدد من التقارير هنا نرصد عدد من أنابيب المياه وبعض الأمور الخاصة في عملية التحلية كانت تمنحها إسرائيل من الدخول إلى الجانب الآخر التقرير الآخر هو صادر عن البرنامج الغذاء العالمي الذي أعلن اليوم أنه سيقف عمله في محيط الرصيف البحري الذي أقامته للولايات المتحدة وتم تشغيله يوم الجمعة الماضية لأن هناك عدد من الاعتداءات تمت على المخازن الرئيسية لهذه المستودعات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في محيط هذا الرصيف الذي لم يقدم حتى هذه اللحظة أي جديد وأي دعم بأي شكل من الأشكال وتبقى المعابر المصرية هي نقطة الفصل في هذا الأمر وتمثل الرئيسة الحقيقية لتنفس الشعب الفلسطيني لكن المعابر رفع نؤكد عليه من الجانب المصري سيبقى مغلقا لأن هذا موقف المصريين السابت لم يتغير ولم يتزحزح مدام الاحتلال موجود في الجانب الآخر فقط الذي يتم العبور هو معبر كرم أبو سالم بتنسيق مصري مع منظمات تابعة للأمم المتحدة وحتى هذه اللحظة حجم العبور 172 شاحنة سنتابع في الخدمات الإخبارية القادمة ما الذي أعادته إسرائيل وما الذي سمح بالزهاب بعد ذلك نحو المنظمات الدولية لترسله إلى أماكن تواجد النازعي نعم ونحن بتأكيد عوض سنتابع معك كل ما هو جديد على مدارة تغطيات القادمة والنشرات القادمة شكرك عوض الغنام شكرا